السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم الفصائل الدموية والتحقين الدموي إذن منذ سنة 1900 بيّن العالم لاندستينار وجود أربع فصائل دموية A, B, A, B و O إذن ما هي خاصية كل فصيلة من هذه الفصائل الدموية الأربعة إذن بالنسبة للفصيلة الدموية A نلاحظ أن على مستوى غشاء الكريات الحمراء يوجد مولد لكت وهو بمثابة مولد مضاد يسمى A أما على مستوى البلازمة فنجد مضاد دج أسام وهي عبارة عن لكتين مضاد وفي هذه الحالة مضاد B بالنسبة للفصيلة الدموية B على مستوى غشاء الكريات الحمراء نجد نوع آخر من مولد لكت وهو مولد مضاد B أما على مستوى البلازمة في هذه الحالة نجد مضاد دج أسام أي لكتين مضاد في هذه الحالة مضاد A أما فيما يخص الفصيلة الدموية A, B فلاحظوا معي أن على مستوى غشاء الكريات الحمراء نجد في نفس الوقت مولد لكت A أي مولد مضاد A ومولد لكت B أما فيما يخص البرازما في هذه الحالة لا نجد لا مضادة أسام مضاد A ولا مضاد B أما بالنسبة للفصيلة الدموية أو فعلى مستوى غشاء الكريط الحمراء كما نلاحظ لا نجد لا مولد لكت A ولا مولد لكت B بينما على مستوى البرازما في هذه الحالة نجد مضادة أسام النوعين معا أي اللكتين مضاد A واللكتين مضاد B إذن لإنجاز تحقين دموي ينبغي أن نتجنب اتصال مولد لكت مع اللكتين المضاد له أي أن نتجنب اتصال مولد المضاد مع مضادة الأسام المقابل له وسنعرف سنبين بطبع الحل بعد اللحظات لماذا لنبغي أن نتجنب اتصال كما تلاحظون معي مضاد أ مع مولد المضاد مضادة الأسام مضاد أ مع أ وأن نتجنب كذلك بطبع الحل تتصال مضاد ب مع ب لماذا؟ كما نلاحظ سنأخذ بعض الأمثلة سنأخذ مثال أول وهو المعطي يكون تكون فصيلته الدموية A بينما المتلقي فصيلته الدموية B بعبارة أخرى بيطابة حال فصيلة الدموية A على مستوى الكورية الحمراء كما بي أن ذلك قبل اللحظات تحميل مولد مضاد A كما نلاحظ أما فيما يخص المتلقي في هذه الحالة وهو الفصيلة B فعلى مستوى البلازما فنجد مضادة الزام أي مضاد A لأن عندما نقوم بحقن دم من الفصيلة A إلى دم من الفصيلة B ستعمل هذه المضادة الزام على ربط الكورية لأن هناك تكامل بينها بطبع حال كما تلاحظون معي مولد مضاد A ثم مضادة الزام مضاد A ستعمل مضادة الزام على ربط الكورية الحمراء فيما بينها كما تلاحظون معي فعلا الشيء الذي يؤدي بطبيعة حال إلى التساق الكورية الحمراء وهذه العمليات تسمى بطبيعة حال أو هذه الضاهرة تسمى بظاهرة اللكت أي التساق الكورية الحمراء فيما بينها مما سيؤدي بطبيعة حال إلى موت المتلقي سنأخذ مثال آخر أو حالة أخرى في هذه الحالة المعطية سيكون من الفصيلة B والمتلقي من الفصيلة A بطبيعة حال عندما نتكلم عن الفصيلة B فهذه يدل على أن الكورية الحمراء تحمل مولد مضاد B كما نلاحظ أي مولد لكت B بينما المتلقي في هذه الحالة فهو بين الفصيلة A أي على مستوى بلازما في هذه الحالة سنجد مضادة الزام أي مضاد B اللكتين المضاد في هذه الحالة كما أشرت مضاد B إذن عندما نقوم بحقن دم من الفصيلة B إلى شخص بطبيعة حال فصيلة الدمية A ستعمل مضادات الأسام على ربط الكورية الحمراء فيما بينها لأن هناك كما رحتم معي مولد المضاد B مع مضاد B فإلا ستعمل مضادات الأسام على ربط الكورية الحمراء فيما بينها مما سيؤدي بطبيعة حال إلى حدود اللكت أي التلساق الكورية الحمراء فيما بينها وبالتالي موت المستفيد أو المتلقي في هذه الحالة حالة ثالثة في هذه الحالة المعطي سيكون من الفصيلة A-B والمتلقي من الفصيلة O إذن عندما نتكلم عن الفصيلة الدموية A-B فهذه يدل على المستوى غشاء الكورية الحمراء نجد في نفس الوقت موليد لكت A وموليد لكت B فيما يخص الفصيلة الدموية O فعلى مستوى البلازما سنجد في نفس الوقت كما ربما بينا ذلك اللكت المضاد A واللكت المضاد B فعلا في هذه الحالة ستعمل مضادة الأسام على ربط الكوريات الحمراء فيما بينها كما نلاحظ مما سيؤدي بطبيعة حال إلى حدود ظاهرة اللكت أي التلساق الكوريات الحمراء فيما بينها وبالتالي موت المتلقي إذن ما هي الحالات التي يجوز فيها تحقين دموي إذن كما تبين هذه الخطاطات تبين أنه كما أشرت بختلف الحالات التي يمكننا بطبيعة حال أن نقوم بتحقين دموي لأن يمكننا أن نقوم بحقن دم من الفصيلة O لدم من الفصيلة A لماذا؟ بحيث عندما نقوم بحقن كوريات حمراء من الفصيلة O أي لا تحمل لا مولد لكت A ولا مولد لكت B كما نلاحظ جسم المتلقي في هذه الحال يحتوي على مولد المضاد B إذن هذا لن يمكن بطبيعة حال من ربطي أو ربط نعم الكوريات الحمراء فيما بينها نفشي بالنسبة للفصيلة A B كما نلاحظ ونفشي بالنسبة للفصيلة B فيما يخص بطبيعة حال الفصيلة A حق الفصيلة A إلى الفصيلة A B كما نلاحظ فصيلة A تحمل على مستوى غيشة الكوريات الحمراء كما تلاحظون مع مولد لكت A وبالتالي على مستوى بطبيعة حال الفصيلة A B البلازما لا تحتوي لا على مولد على مضادة أسام مضاد A ولا على مضادة أسام مضاد B وبالتالي لن تحدث هناك عملية لكت إذن يجوز أن نقوم بحقن دم من الفصيلة A إلى دم من الفصيلة A B فيما يخص الفصيلة B كما نلاحظ ربما تضح لكم ذلك على مستوى غيشة الكوريات الحمراء هناك مولد لكت B بالنسبة للفصيلة A B لا توجد لا مضادة أسام مضاد A ولا مضادة أسام مضاد B وبالتالي لن يكون هناك العنص الذي سيعمل على ربط الكوريات الحمراء في مبينها وبالتالي يجوز أن ننجز هذا التقين الدموي أما في حالة حقن دم من الفصيلة A إلى دم من الفصيلة O لاحظوا معي نعم في هذه الحالة الفصيلة الدموية O توجد على مستوى البلازما كما تلاحظون معي مضادة أسام أي مضاد A فعلا ستقوم بربط الكوريات الحمراء في مبينها إذن لا يجوز أن نقوم بتحقين دموي من الفصيلة A إلى الفصيلة O نفس الشيء بالنسبة للفصيلة A بي نعم في هذا الاتجاه لا يجوز غير ممكن لماذا؟ لأن في نفس الوقت بي طيب تحل هناك كما ربما اتضح لكم ذلك مضادة أسام مضاد A ومضادة أسام مضاد B نعم إذن شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر